بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل الهيان وزير الخارجية خلال لقائه اليوم معالي أليكسندر شانبرد وزير خارجية النمسا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين جاء اللقاء في إطار الزيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا حيث بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والطاقة والمناخ كما ناقش التعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية واستعرض مسار العلاقات الثنائية مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما